بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بحضراتكم جميعا في قناة مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو جديد للصف الرابع الابتدائي جميع أسئلة الاختيار على منهج شهر مارس بشكل بسيط جدا الخاصة بمنهج الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية في التلات دروس المقررين علينا الزراع وتربية الحيوان وشخصيات وأحداث من الدولة القديمة وشخصيات وأحداث من الدولة الوسطى ياريت قبل ما نبدأ الفيديو تشجعوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد وكمان توصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايقات والتعليقات عشان يكترح لأكبر عدد من الناس أول حاجة الدرس الأول يا أصدقائي كان بعنوان الزراع وتربية الحيوان أنا هتناقش معكم في أهم الأسئلة إن شاء الله مش هيخرج منها لامتحال أول حاجة من أنشطة الخدمات عايزين نعرف يا أصدقائي من أنشطة الخدمات إيه؟ كنا بنقول من أنشطة الخدمات التعليم والصحة والأمن طبعا هنا هختار كلمة التعليم من أنشطة الخدمات التعليم والصحة والأمن هو أجيب للتجارة ولا التعليم ولا الصناعة ولا التعديل طبعا هنختار مع بعض إيه أصدقائي هنختار التعليم من العوامل الطبيعية لقيام الزراعة إحنا عارفين العوامل الطبيعية لقيام الزراعة هي إيه؟ طبعا المناخ والمياه والتربة دي اسمها العوامل الطبيعية لقيام الزراعة ايه بقى العوامل الطبيعية لقيام الزراعة هختاري هنا كلمة ايه هنختاري المناخ من مصادر المياه في مصر عايز اعرف مصادر المياه في مصر يا اصدقائي نهر النيل ولا المياه الجوفية ولا الامطار ولا كل ما سبق طبعا مصادر المياه في مصر موجودة في كل الحاجات دي يبقى كل ما سبق المياه موجودة في مصر في نهر النيل والمياه الجوفية والامطار يبقى هنختار كل ما سبق من أشهر المحاصيل الصيفية في مصر عايزة أعرف المحاصيل الصيفية يعني اللي بتزرع في الصيف يا أصدقائي قلت معاكم الزرة والقطن والأرز يبقى هنختار هنا مع بعض الزرة من المحاصيل الشتوية في مصر عايزة نعرف يا أصدقائي المحاصيل الشتوية هي إيه طبعا إحنا عارفين المحاصيل الشتوية الأمح والشعير والفول والبرسيم يبقى هنختار مع بعض بالراحة كده هنختار هنختار الأمح والسؤالين مهمين جدا ولازم نلقوم معنا في الامتحان بيعتبر من المواد الخام الحيوانية طبعا الصوف من المواد الخام الحيوانية الصوف من المواد الخام الحيوانية بعد كده من مصايد المياه العزبة في مصر عايزين نعرف مصايد المياه العزبة في مصر طبعا نهر النيل هو جايب للبحر الأحمر ولا البحر المتوسط ولا بحيرة البروليس دي كلها دي طبعا مصايد مياه ملحة لكن من مصايد المياه العزبة في مصر نهر النيل وبحيرة ناصر وكمان نهر النيل وفرعيه ضميات ورشيد بعد كده يصنع الخبز من ايه السؤال مهم جدا ولازم يجي في الامتحان يصنع الخبز من الزرة ولا الشعير ولا الامح ولا كل ما صبك طبعا يصنع الخبز من كل ما صبك الخبز بيصنع من الزرة والشعير والقمحة تعتمد الزراعة في السواحل الشمالية على مياه ايه عايزة نرى في اصدقاء الزراعة بتعتمد في السواحل الشمالية على ايه على مياه الامطار على طول تعتمد الزراعة في السواحل الشمالية على مياه الأمطار الشتوية بناخدها زي الأغنية على طول تعتمد الزراعة في السواحل الشمالية على مياه الأمطار الشتوية النشاط الذي يكون به الإنسان في المناطق التي تتوفر بها موارد المياه والتربة الخصبة يعرف بالنشاط إيه طبعا ده النشاط الزراعي واخدينه في أول الدرس في الدرس الأولاني فأول التعرف على طول النشاط الزراعي هو النشاط الذي يكون به الإنسان في المناطق التي يتوفر بها موارد المياه طربة الخزبة أو ممكن أقول بالراحة الثاني هو النشاط الذي يكون به الإنسان في المناطق التي يتوفر بها طربة خزبة ومياه عزبة زي ما أنا قلت معكم التعريف في شرح الدروس وهي واسب لكم شرح الدروس في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا لها تاني بشكل بسيط وترجعواها لو أنتم لسه مرجعتوهاش بعد كده من العوامل البشرية لقيام الزراعة في مصر عايزين نعرف العوامل البشرية هي إيه العوامل البشرية يعني الحاجات اللي في إيد الإنسان يا أصدقاء يبقى رأس المال والسوق والأيد العاملة وناخد بالنا من كلمة العوامل البشرية والعوامل الطبيعية العوامل البشرية يعني الحاجات اللي الإنسان بيعملها بإيده العوامل الطبيعية يعني اللي من عند ربنا اللي ملناش تدخل فيها قلنا العوامل البشرية رأس المال والسوق والأيد العاملة والنقل والمواصلات جسمها العوامل البشرية لقيام الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وركز على السؤال ده مهم جدا ايه من الانشطة الاقتصادية الرئيسية شوفوا نخلي بالنا هو جيب للتعليم ولا الامن ولا السياحة ولا الصحة طيح بقى ان احنا عارفين من اول سؤال عارفين ان الامن والتعليم والصحة دي من انشطة الخدمات يبقى من الانشطة الاقتصادية الرئيسية يبقى الايه تبقى ايه تبقى السياحة ده كده الدرس الاول بشكل بسيط جدا هنكمل مع بعض باستفادل اسئلة بسيطة وبعد كده ندخل على الدرس بتاع التاريخ يعمل بحرفة الصيد وبناء السفن سكان البيئة ايه اصدقائي حرفة الصيد وبناء السفن يبقى دي سكان البيئة ايه البيئة الساحلية اللبن والجبن من المواد الخام الحيوانية اللبن والجبن ده من المواد الخام الحيوانية قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه الى الاراضي الزراعية دي تبقى ايه دي تعريف الترعة قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه نهر النيل للاراضي الزراعية ده تعريف الترعب بشكل بسيط جدا بعد كده بيقول يدخل القطن في صناعة ايه القطن بيدخل في صناعة الملابس وسؤال مهم تربى الأبقار والجموس فين تربى الأبقار والجموس في الوادي والدلتة سؤال مهم تربى الأغنام والمعز في الصحراء الأغنام والمعز يا أصدقائي بتربى في الصحراء بعد كده الدرس الأول في التاريخ شخصيات وأحداث من الدولة القديمة بشكل بسيط الدرس بسيط جدا يا أصدقائي وانا شرحها معاكم تقدروا ترجعوا له برضو وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف يطلق على عصر الدولة القديمة عصر بنات الأهرام الدولة القديمة يا أصدقائي بيطلق عليها عصر بنات الأهرام بسبب تميز الأهرامات التي بنيت في هذا العصر أشهر ملوك الدولة القديمة هو الملك مين الملك زوسر وجايب لي في الاختيارات تحتمس الثالي ولا أحمس ولا زوسر ولا رمسيس الثاني طبعا هنختار زوسر وأشهر ملوك الدولة القديمة زوسر وخوفه وخفرع ومنقرع صاحب الهرام سقارة المدرج الملك مين الملك زوسر صاحب هرام سقارة المدرج ده الملك زوسر أول هرام مدرج في التاريخ هو هرام سقارة هو هرام مين سقارة يتكون هرام سقارة المدرج من ست مصاطب مدرجة بعضها فوق بعض مما أعطاه الشكل المدرج بعد كده بيعد هرام نقط الملك نقط من عجائب الدنيا السبعة يعتبر هرام الملك خوفه من عجائب الدنيا السبع وده الهرم الأكبر وسمية من عجائب الدنيا السبع ليه بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه أمر الملك نقب بنحت تمثال أبو الهول الآن الملك مين اللي أمر بنحت تمثال أبو الهول الملك خفرع لو إحنا بنطلق بطفيها ناخدها بالترتيب خوفه ده الملك الكبير خفرع الملك اللي بعد منه على طول وده بنى الهرم الأوسط وأمر بنحت تمثال أبو الهول بعد كده الملك منقرة هو صاحب الهرم الأصغر الملك خوفه ده من ملوك الدولة القديمة تمثال ابل هور رأسه على شكل رأس انسان شكله الرأس بتاعه على شكل رأس انسان وجسمه على جسم اسد الملك زوصر مد حدود البلاد جنوبا الى النوبة والسؤال مهم جدا وارد في الامتحان الملك زوصر مد حدود البلاد جنوبا الى النوبة بناء ضخم من الحجر يتكون من عدة حجرات ده طبعا تعريف الهرم الهرم بناء ضخم من الحجر يتكون من عدة حجرات ويوضع بإحداها تابوت الملك وسبب بناء الأهرامات لأنهم كانوا يستخدمونها لدفن الموتى بعد كده كان المصريون القدماء يضعون داخل الهرم أشياء يعتقدون أن الملك المتوفي يحتاج إليها في العالم الآخر كانوا بيعتقدوا يا أصدقائي أن الملك المتوفي بيحتاج للأشياء بتاعته دي تاني في العالم الآخر بعد كده الدرس التالت شخصيات وأحداث من الدولة الوسطى أول سؤال عمدي يطلق على عصر الرخاء الاقتصادي على عصر الدولة أي يا أصدقائي الرخاء الاقتصادي على طول تبقى الدولة الوسطى نعلم كده مع بعض يطلق عصر الرخاء الاقتصادي على عصر الدولة الوسطى اتخذ الملك منتو حتب الثاني مدينة طيبة عاصمة للبلاد منتو حتب الثاني خليكوا فاكرينوا بالملك ملتو زي ما أنا قلت لكم نعلمه بكلمة ملتو اتخذ الملك منتوحته بالثاني مدينة طيبة عاصمة للبلاد حفر الملك والسؤال مهم جدا حفر الملك نقاط قناة سيزوستريس من اسمه الملك سنوسيرت الثالث حفر قناة سيزوستريس من اسمه حفر الملك سنوسيرت الثالث قناة سيزوستريس القناة التي تربب بين البحر الأحمر ونهر النيل نخلي بالنا القناة تربب بين البحر الأحمر ونهر النيل هي قناة ايه؟ قناة سيزوستريس من اللي عمل سيزوستريت الملك سنوسير تيل الثالث عشان نبقى عارفين كل الكلام ده قام الملك نقب ببناء سد اللهون بالفيوم الملك من محات الثالث من محات الثالث ده أقام سد اللهون وكمان أقام معبد الkk وكمان عمل ايه وكمان بنى هرم بالقرب من الفيوم ناخدهم التلاتة كده في الزاكرة بتاعتنا ومن ننساهمش ابدا بنى الملك من محات الثالث معبنا كبيرا سمية معبد الkk بسبب قصرة الحجرات الموجودة داخل المعبد وقصرة الطرقات كمان استخدم الهكسوس في غسوهم لمصر العجلات الحربية الهكسوس يا أصدقائي وهما بيغزوا مصر وبيحتلوها استخدموا العجلات الحربية اتخذ الهكسوس مدينة أواريس عاصمة لهم نركز في السؤال ده جدا اتخذ الهكسوس مدينة أواريس عاصمة لهم وكمان كانت بتطع في شمال مصر اتخذ بنى الملك من محات السالس معبه كبير سمية بمعبه التي قلناها أول من قادة كفاح ضد الهكسوس والملك سقن رع أول واحد قادة كفاح ضد الهكسوس هو الملك سقن رع الملكة التي شجعت ابنها على طرد الهكسوس من مصر إياح حتب دي الملكة الأم اللي شجعت ابنها على طرد الهكسوس من مصر كانت الملكة إياح حتب كون الملك جيشا قويا طرد به الهكسوس الملك مين أحمس أو يجي السؤال بشكل تاني يقول قاهر الهكسوس من مصر هو الملك أحمس أقام ملوك الدولة الوسطى مشروعات مثل الرأي أو الزراعة أو الصناعة ولا كل ما سبق طبعا ملوك الدولة الوسطى دي اتقاموا بجميع مشروعات الرأي والزراعة والصناعة يبقى هاختار كل ما سبق من ملوك الدولة الوسطى الملك مين عايزين نعرف ملوك الدولة الوسطى الملك من محاتي الثالث وانا قلت لكم ملوك الدولة الوسطى منتو الحطب الثاني من محاتي الثالث سنو سرتي الثالث اتنين تلاتة تلاتة علموهم كده اتنين منتو الحطب الثاني تلاتة من محاتي الثالث تلاتة سنو سرتي الثالث عشان تبقوا عارفينهم عادة وحدة البلاد ونشر الأمن في البلاد الملك منتوحته بالثاني الإبن الأكبر لسقن رعا هو الملك مين؟ هو الملك كامس ده اللي استشهد برضه زي والده سقن رعا كده أدنمت معاكم أهم الأسئلة اللي مش هيخرج منها انتحان الدراسات إن شاء الله بإذن الله دي المراجعة كاملة في مادة الدراسات على التلات دروس المقررين عليكم في المنهج بشكل بسيط جدا دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق تمنياتي لكم وتحياتي مروة زهرة